نتمنى انه في رمضان يا عم السلام قدر اللي استطاع مصر حاولت بكل الجهود الممكنة كل الجهود الممكنة ان احنا نقدر يبقى فيه عندنا هدنة ولو لمدة الشهر المبارك والفضيل شهر رمضان كنا بنحلم ان احنا يبقى فيه عندنا هدنة ما قدرناش لكل الاسباب اللي ممكن تتصورها وبالمناسبة فيه اسباب فعلا ما تتصورهاش المحصلة انه غزة لا زالت حتى هذه اللحظة وسط ركام واسف خراب اهلين الفلسطينيين في غزة بيصلوا الترويح على انقاد المساجد المدمرة كانوا الصهيوني المحتل الغاشم الغاصب المغتصب القاتل الجزار المتوحش بيمنع كمان المسلمين يروحوا يصلوا في المسجد الاقصى للأسف الشديد العالم حتى هذه اللحظة وكأنه يحتفي بقرارات او باتخاذ قرار الفيتو دايما في مجلس الامن وكأنه يحتفي طول الوقت بانه ودن من طين ودن من عجين العالم للأسف يتعامل وكأنه القردة الثلاث لا احد يسمع لا احد يرى لا احد يتكلم للأسف الشديد بيبقى المجتمع العربي هو المجتمع الوحيد اللي واقف جنب القضية وبتبقى مصر دائما زي ما انا بحب دايما نوصفها القلعة الباقية علشان نقدر نساعد اهلينا في فلسطين كلها مش بس في غزة وبتستمر المساعدات والاسقاط الجوي للمساعدات على القطاع بل زادت من كثافة هذه المساعدات اللي بتذهب ليه اهلينا في فلسطين